أهلا بكم مع حلقة جديدة من الشرق سينما وتأتيكم بالتزامن مع انطلاق الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينما الدولي في هذه الحلقة سنتوقف عند الحضور العربي وهو حضور في جميع مسابقات المهرجان بالإضافة إلى تظاهرة أسبوع المخرجين الأفلام المشاركة في هذه البرامج تأتي من السعودية، مصر، فلسطين، الصومال، المغرب إضافة إلى مشاركة هامة في لجنتي التحكيم الأساسيتين في المهرجان هناك المخرجة اللبنانية نادين لبكي ضمن لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية للمهرجان والمخرجة المغربية أسماء المدير التي فازت في العام الماضي وهي تشارك في هذه السنة في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما دورة العام الماضي من المهرجان شهدت في افتتاحها عرض فيلم جون ديواغي للمخرجة الفرنسية جزائرية الأصول مايوين وكان الفيلم من بطولة جون ديب هذا الفيلم كان قد أنجز بإسهامة من قبل صندوق البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي شارك أيضا في إنتاج أفلام أخرى حضرت برامج ومسابقات المهرجان كان السينمائي الدولي الأخرى مثل فيلم وداعا جوليا للمخرج السوداني محمد كورتوفاني وفيلم إن شاء الله ولد المخرج الأردني الشاب أمجد الرشيد إضافة إلى إسهامات أخرى كان حضور السينما السعودية في المهرجان هاما وبارزا ولافتا هذه السنة هناك إسهامات عديدة تؤكد على أن السينما العربية تمر في مرحلة امتعاش ووفرة نوعية يتكلل هذا الانتعاش وهذه الوفرة النوعية بحضور فيلم سعودي لأول مرة في البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي السلام عليكم وعليكم السلام أنا مدرس جديد ما ظنك مدرس هذا الفيلم هو فيلم نورا من إخراج المخرج السعودي المتميز توفيق الزايد هذا الفيلم شهد حرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة في ديسمبر الماضي وحاز على جائزة أفضل فيلم سعودي هذا الفيلم صورة بالكامل في منطقة العلا الفيلم من بطولة يعقوب الفرحان ماريا البحراوي وعبدالله الستحان وتدور أحداثه في قرية نائية في المملكة العربية السعودية في سبعينيات القرن الماضي في هذه المدينة هناك أو بالأحرى في هذه القرية هناك فتاة اسمها نورا تعيش منعزلة عن المكان وعن ناسي المكان إلا أن حضور المعلم الجديد الشاب نادر إلى القرية يغير حياتها ويفتح لها آفاقا جديدة ذلك الحضور يفتح أمام نورا الشغفة بالفن ذلك الحضور أيضا يؤكد لنورا بأن هناك وراء حدود القرية عالما آخر والله يعني من درس الغريب شاك فيه ممور خلني أتأكد أن كل الصبحات موجودة لنستمع إلى يعقوب الفرحان ومارية البحراوي وهما يتحدثان إلينا عن إسهامتهم في هذا الفيلم وعن أهمية الوضع الذي يعيشه أبو الأحرى تعيشه السينما في المملكة العربية السعودية في هذه الآوينة الأخيرة الفيلم عنده رحلة طويلة والآن ابتدأت البحر الأحمر كان هو المكان الذي أطلق في المنورا أنتظر أني أنا أشوف الفيلم يرحل ويسافر ويروح ويشاهد من جهور أكبر وأكبر وأكبر سعيد أنه أنا أول تجربة لي مع ممثلين لهم أساميهم في المجال الفني مثل أستاذ يعقوب أستاذ عبدالله السدحان وما ننسى طبعاً مخرجنا المبدع أستاذ توفيق الزايدي شكراً أنه أعطاني الثقة أني كأول مرة أمثل بحياتي وقفني قداماً وممثلين لهم أساميهم في وسط هرم المجال الفني أعتقد كده أنه إحنا يعني كلنا قطفنا تمرد يعني هذا التواجد وهذا الحضور فكرت أنه أنه يكون في فيلم أنا مشارك فيه هو في المسابقة الرسمية ويحضرونه الناس عقول أنا يعني يهمني أن هي تشوف أعمالي ونشوف ردودة فعال عظيمة ونقاشات كبيرة يعني حول الأفلام هذه أكون هون أنه مهرجان في جدة يعني أشقيقاتي حضروا في فيلم نورة أو مرة تشوفوني على الشاشة كبيرة صراحة السعودية انتقلت نقلة جداً كبيرة في مجال السينما ومجال التمثيل صراحة أنا جداً فخورة أنه أنا من رؤية ولي العهد محمد بن سلمان فخورة جداً أنه الدعم اللي قاعد يتقدم لنا سواء كان من المهرجان أو من الرؤية من جيل الرؤية يعني صراحة سعيدة أنه أنا من هذا الجيل الحمد لله هذا الفيلم فيلم نورة لتوفيق الزايد يستند إلى عنصرين رئيسيين هما المكان وأداء الممثل ففيما المكان وبالأحرى فضاءات منطقة العلا تتحول إلى بطل أساسي ساحر جميل أخاذ تأتي أداءات الممثلين وبالذات الممثلين الرئيسيين ثلاثة يعقوب الفرحان ماريا البحراوي وعبدالله ستحان والممثلين الآخرين تأتي كلها بمثابة تنوعات لسيمفونية المكان الناس مساكين يخبون مشاعرهم وراء أي شيء إنك وراء الخوف وراء أنفسهم ترى أنا أحسدي أنت تخبير مشاعرك وراء النقام